على مدى أكثر من عشرين عاماً يعني أين كانت رئاسات الوزراء لماذا لم ترفع دعوة تطعن بدستورية هذا القانون هو استاذ سعد يعني احنا عندنا قاعدة في القانون المحاكم لا تنظر تلقائياً محاكم لا تنظر تلقائياً في قوانين نافذة إلا إذا كانت هناك دعوة خصوصاً المحكمة الاتحادية استاذ سعد تعمل وفق قانون للإثبات وقانون المرافعة يعني يجب أن تكون دعوة وعريضة ومدعي ومصلحة فيجب أن يكون هناك مدعي لكن المحكمة لا تتحرك تلقائياً فلهذا القانون التفاتة هي حقيقة من حكومة الرئيس السوداني على هذا القانون أنا برأي أيضاً قوانين أخرى تحتاج إلى أن يتم الطعب فيها أمام المحكمة الاتحادية خصوصاً قرارات مجلس الثورة وأيضاً قرارات بريمر الكثير منها لازال نافذ خصوصاً أن هذه القرارات أستاذ سعد مشفوعة بنص دستور المادة 130 تقول تستمر هذه القوانين إلا إذا ألغيت أو أعدلت لهذا هي يعني تحتاج حقيقة إلى حملة كبرى يعني من يعني طعن من مجلس الوزراء حتى بالرئاسة الجمهورية بهذه القرارات والقوانين لأنه يعني زمانها لم يعد يلائم هذا الزمان هي جيئة بها وفق النظام السياسي السائد في تلك الحقبة اللي هو النظام الرئاسي تعرف حضرتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة